مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم بعض الصافرة ومع يعناه وبيد نفع كريستيانو رونالدو شو اللي صار شو اللعب يصير الناس مستغربة تصرفات رونالدو لما بيقول عن حاله انه عاد الملك لما بيترك مباراة فريقه الودية بين الشطير لما يتبدل ويطلع تصرفات كثيرة تعليقاته على احدى صفحات الفان بيج على السوشال ميديا والتصريح الاتهم فيه الاعلام بانه عابيحاول يستغل اسمه لاخذ الشهرة كل هاي التصرفات ما عتدنا عليها بصراحة ابدا من كريستيانو رونالدو اللي كان دائما يتميز بانه شخص احترافي جدا شخص دائما معروح المجموعة قائد حقيقي داخل ارضية الملعب وخارج ارضية الملعب قدوة للجميع بس شو اللي عبصير اللعب يصير فعليا هو رد فعل شو يعني رد فعل لما يكون كريستيانو رونالدو قبل سنتين بس لاعب تتهافت عليه الاندي يعني ما في نادي باوروبا الا ما بيتمنى يكون كريستيانو رونالدو لاعب فيه الناس مستعدة تدفع مئات للملايين بس من شهر رونالدو يجي مستعدة بيع لعيبة كثير مقابل انه رونالدو يكون لاعب معهم بالفريق بعد سنتين فقط بتلاقي انه الاندي نفسها هاي صارت ترفض كريستيانو رونالدو هذه العملية صعبة جدا على لاعب اسطورة بقيمة اللاعب البرتغالي لما يشعر انه دائرة الضوء اللي حواليه بدأت تخفط وبلشت الاندي تحاول تتخلص منه مش ترغب بضمه هون بتصير الامور صعبة جدا وصعب انه يتقبل رونالدو متل ما بنعرف هو بده يطلع من مانشتر يوناتد من بداية سوق الانتقالات الحالي لما النادي فشل بتأهل لشامبينز ليج قل له ناسألك الرحيل لاقي لي اي فريق اخر انتقل عليه لحتى العب شامبينز ليج لانه بالنسبة له اخر مواسم عمره باوروبا بده يقضيهن بالتوب ليبل هو حابب انه يعتزل وهو بالتوب ليبل يونايتد نتمسك باللاعب وعب يقول له لا نحن من اياك اريك تنهاج جلس هو اياه وحكوا بتفاصيل كتير وحاول يقنعه انه يضل ولكن رونالدو كان مصرع على الرحيل مدير عماله حاول انه يحكي مع عدة اندي مثلا مثل بايرن مثل تشلسي مثل بي اس جي ولكن كل هاي الاندي كانت شايفة انه مش محتاجه رونالدو ان كان من رئيس النادي او ان كان من المدرب هذا الشيء بيخلق رد فعل عند اللاعب وهذا الشيء بيخليه يفقد الكنترول بكثير محلات ويصير يحاول يثبت انه هو ما زال كريستيانو رونالدو اللي كان قبل اربع وخمس سنوات ما زال كريستيانو رونالدو الكنج كما يصف نفسه اريك تنهاج طلع بتصريح من جديد قبل يمكن دقائق قال في انه تصرف كريستيانو رونالدو وخروجه بين الشوطين في مباراة رايوفايكانو وخروج بعض اللاعبين الاخرين غير مقبول نحن فريق واذا بنكون عن نلعب مباراة لازم اتضلك لاخر المباراة موجود مع الفريق ان كانت بدلت او كملت لاخر الدقائق وبالتالي المدرب غير راضي ابدا عن تصرف كريستيانو رونالدو طيب شو اللي عبي حاول يعمل كريستيانو غير انه عبي حاول بس يثبت ان هو ما زال موجود الحقيقة انه عبي حاول يضغط على ادارة مانشستر يونايتد لتسهل عملية خروجه لتسوقه بشكل صح لبقية الاندية وتسمح له انه يطلع بدون مشاكل وهذا الامر اعتقد انه هو غير احترافي نهائيا اذا كان رونالدو فعلا قاصد يعمله اضف الى ذلك انه كان في موضوع التقرير اللي صدر قبل فترة او الخبر اللي صدر قبل تقريبا اسابيع عن امكانية انتقاله لنادي سعودي او تلقي عرض من نادي سعودي بمبلغ هائل ويعني ارقام فلكية كانت ورونالدو رفض هاي المبالغ بمقابل ان يضال باوروبا كل هاي الحركات هي محاولات من رونالدو لحتى يقول انا اريد ان العب في اوروبا اريد ان انا عبت شامبينز ليك تحديدا ومش هممني المصاري وما بدي مصاري بدي ظلني موجود باوروبا وبالتوب ليفل طيب الامور لوين رايحة يعني نحنا عم نشوف تطورات من هون ومن هون لوين رايحة الامور الامور اذا بقيت بهذا الشكل ورونالدو لم ينجح بالسيطرة على انفعالاته شوي وعلى انه يركز مع النادي رح يلاقي حاله بموقف صعب جدا قد نرى كريستيان رونالدو بنصف الموسم مقبل احتياطيا يمكن يحط احتياطي تنهاج تنهاج شخصية قوية شخصية بايده كل الباور وكل الزخم الجماهيري اللي انقلب على رونالدو وصار مع تنهاج وبالتالي عنده القوة وعنده السلطة انه يحط رونالدو احتياط نصف موسم ربما بينما يلاقي له اي بيع ويبيع ويخلص منه اما بحال رونالدو رجع لرشده وضبط اعصابه شوي وقدر انه هو عن جد يرجع ينسجم مع الفريق ويتحمل هالموسم معلش الموسم الجاي ممكن الفريق يرجع للشامبينز ليج ولكن اذا تحملت هذا الموسم بس الامور رح تكون بخير ورح تكون جيدة بس لازم يرأب الصدع اللي صار بينه وما بين جمهور يونايتد وبينه وبين ادارة يونايتد وحتى الكادر الفني لوين رايحة قصة رونالدو ويونايتد اللي صارت ساقة حرفيا صارت قصة طويلة جدا ما بنعرف لوين رح تروح ولكن الايام الجاي كفيلة انه هي تحدد مصير هذا اللاعب الكبير جدا كل اللي صار اليوم ما بيلغي ان رونالدو يبقى احد اهم الاساطير في تاريخ كرة القدم نقطة هذا كان كل شيء بحلقة لهم بعض الصافرة الى نلتقل اسبوع المقبل كونوا بعرف خير